اشتركوا في القناة ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك مزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فاروب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيه استغنى إن إلى ربك الرجى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسبعا من ناصية ناصية كذبة خاطئة فيدعو نادية سندعو الزمانية كلا لا تقعه واسجد وقتل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر المريع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير المريع جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوها ذلك لمن خشي رنبا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليورط أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بجر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القادعة ما القادعة وما أدريك ما القادعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آذنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحقمة وما أدريك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأوصل عليهم طيرا أباميل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وأستغفره إنه كان توابا تقتذاء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيوصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حطل من مسب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما فلق ومن شر غاسق إلى وضب ومن شر نفاذات في العقد ومن شر حاسق إلى حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسبس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر